القوات الرواندية لا يمكن أن تظل للأبد في إقليم كابو ديل جادو في موزنبيق هذا ما أعلنه بولكا جامي رئيس رواندا خلال زيارتي لموزنبيق يوم السبت وقال كا جامي في مؤتمر صحفي مثلما لا يمكننا البقاء هنا إلى الأبد أعتقد أن المشكلة التي نتعامل معها مع أصدقائنا في موزنبيق لا يمكن أن تستمر للأبد أيضا ووصلت القوات الرواندية في يوليو تموز في مهمة كان من المقرر في بدء الأمر أن تستمر ثلاثة أشهر لكن كا جامي قال إن الأمر متروك لموزنبيق لتحديد مدة بقائها كما نشد كا جامي بقية الدول بتقديم المزيد من الدعم وتسبب التمرد الذي اكتسب قوة منذ عام 2017 في نزوح نحو 750 ألفا وتعطل مشروع للغاز الطبيعي المسال تبلغ تكلفته 20 مليار دولار تقوده شركة توتال أنرجيز